لم تمهي الخلية الصقور الاستخبارية العراقية نفسها كثيرا بعد آخر عملية نوعية نفذتها أبو بكر البغدادي زعيم داعش وكبار قادة التنظيم هدف لصواريخ طائرات الخلية القصة بدأت عند انتصاف النهار عندما تحركت سبع سيارات ونقلت البغدادي من الأراضي السورية إلى مقر الاجتماع المقرر في بيت مسؤول اللجنة الأمنية في التنظيم أبو سعد الكربولي في الكرابلة والتي لا تبعد أكثر من عشرة كيلومترات عن الحدود السورية والتي شهدت لاحقا حضرة جوال فرضه التنظيم بعد العملية التي استهدفت البغدادي وخليته المقربة سبب مجيء البغدادي إلى العراق الإشراف على العمليات التي يقودها التنظيم واختيار قائد عراقي للعمليات بدل أبو يحيى الصيني الذي عين سابقا بدلا عن أبو مهند السواداوي والذي قتل خلال عملية احتلال الرمادي من بين الحضور في الاجتماع المستهدف الكربولي وأبو عمر الكوبيسي مسؤول الحسبة في داعش ومن يلقب بالشيباني الغريب مسؤول إدارة العمليات الإعلامية كما لم تمهل الخلية نفسها في الإعلان لم تمهل غرفة العمليات المشتركة في بغداد بعد تقاطع معلوماتها مع مصادرها وتحليل الصور جاء الأمر أن نفذ القصف على الأهداف من دون تأخير ما تأكد لخلية الصقور هو أن البغدادي واثنين من قادة التنظيم قد تم إخلاؤهم جرحا والوجهة بحسب التقديرات مركز علاج ميداني ليس بعيدا عن وادي حوران أقصى الغرب العراقي حيث الوديان والكهوف وهكذا فمصيره مجهول الضربة الأمنية قد تكون نتاج مراقبة الحدود بعد اعتقال قائد بارز في التنظيم ترفض بغداد حتى الآن ألف صاح عن اسمه وقد تكون نتيجة خطأ لا يختفر في سياقات الحركة الأمنية لكبار مسؤولي داعش لكن الثابت أنها ضربة موجعة تلقاها التنظيم عند أعلى هرمه الأمني والقيادي وبخطط ومتابعة عراقية خالصة ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التنظيم لضربة من العيار الثقيل سبق ذلك مقتل أبو عبد الرحمن البيلاوي وزير حرب داعش وأبو مسلم التركماني نائب البغدادي وتنصيب أبو العلاء العفري قائدا مؤقتا بعد إصابة البغدادي في آذار الماضي لم ينع التنظيم بعد قائده كما لم تقطع بغداد الشك باليقين حول مصيره لكنها تتابع بطائراتها سماء غرب العراق كما تتابع الطائرات الأمريكية التحركات وفقا لطلب عراقي استخباراتي قتل البغدادي أو أصيب فإن ذلك لا يخفي حقيقة أن المجهود العراقي أدى لأن يقترب البارود إلى هذا الحد من الرجل الذي أعلن خلافة داعش وسواء نعى داعش زعيمه أو أخفى الحقيقة أو أعلن تنصيب البديل فإن ضربة نوعية بيد عراقية قد وجهت لأكبر تنظيم استهدفت أول قائد مؤسس فيه وعلى الأرض التي أنشأ عليها خلافته وهدد منها العالم كله عبدالله بدران بغداد الميادين